اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مائب رئيس الجمهورية يتفقد احوال المقاتلين في المنطقة الخامسة ويطلع على سير العمليات العسكرية في قطاع ميدي وحرض الجيش الوطني يسيطر على مواقع جديدة في ميدي وطيران التحالف يستهدف مواقع الميليشيا بمأرب وشبوة وتعز اهلا بكم الى التفاصيل بعث فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة لنظيره السنجالي ماكي سال هنأه فيها بمناسبة ذكر استقلال بلاده وعبر رئيس الجمهورية في البرقية عن اصدق التهاني واضيب التمنيات له بهذه المناسبة متمنيا لفخامته موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية السنجال الشقيق المزيد من التقدم والازدهار استقبل فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية السفير الفرنسي لدى بلدنا كريستيانو تيتو وجرى خلال اللقاء تناول مجمل القضايا والموضوعات التي تهم البلدين والشعبين الصديقين ورحب فخامة الرئيس بالسفير الفرنسي مشيدا بالعلاقات المتينة والمميزة بين البلدين الصديقين متناولا جوانب التنسيق والتعاون المختلفة ومنها ما يتصل بالجوانب الاستثمارية والاقتصادية وإمكانية استئناف تصدير الغاز اليمني عبر شركة توتال الذي توقف منذ بدء الأزمة والحرب في اليمن وآثار ذلك وتداعياته على معيشة المواطن والاقتصاد الوطني كما وضع فخامة الرئيس السفير الفرنسي أمام مستجدات الأوضاع الميدانية في اليمن وتداعيات الحرب الانقلابية للحوثي وصالح على الشعب اليمني قاطبة والإمعان في حصاره ومعاناته من قبل الانقلابيين وأكد رئيس الجمهورية حرصه على السلام الذي يتطلع إليه الشعب اليمني المبني على المرجعيات الثلاثة المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22-16 لافتن إلى دعم المجتمع الدولي للشرعية الدستورية وكذلك تأكيد الجامعة العربية في مخرجات قمتها الأخيرة من جانبه عبر السفير الفرنسي عن سعادته بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التنسيق والتشاور مع قيادة اليمن الشرعية وبحث مجالات التعاون وفرص السلام الممكنة والمتاحة لمصلحة الشعب اليمني وأكد كريستيان تيتو أن بلاده حاضرة وتتابع عن كثب مجملة تطورات في اليمن والتنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين باعتبار فرنسا داعمة لليمن وشرعيتها الدستورية منذ انطلاق عملية التحول في اليمن وتربطهما علاقات مميزة ومتطورة مع اليمن أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر أكثر من زيارة للمنطقة العسكرية الخامسة خلال ثلاثة أيام متتالية تفقد خلالها أحوال المقاتلين واطلع على سير العمليات العسكرية الجارية في قطاع ميدي وحرض واستمع نائب الرئيس خلال الزيارات إلى المستقدات والتطورات الميدانية ومستوى تنفيذ الخطط المطلوبة والروح المعنوية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش الوطني مشيدا ببسالة الأبطال وتضحياتهم الكبيرة في سبيل دحر ميليشيا الإنقلاب مثمنا دور دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في تقديم الإسنادي والدعم العسكري للعمليات الجارية ونقل نائب الرئيس تحيات القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتقديره للتضحيات التي يقدمها الأبطال في الميدان مؤكدا بأن النصر قادم لا محالة وأن أبناء الشعب اليمني سيتجاوزون الصعاب ويابنون دولتهم الاتحادية مهما كان الثمن وأشار إلى أهمية مضاعفة الجهود في الميدان والإخلاص والصبر والمرابطة بما يحقق النصر لأهداف ومبادئ الثورة والجمهورية ولدماء الشهداء الأبطال الذين بدلوا أرواحهم رخيصة في سبيل هذا الوطن وفي السياق ذاته ترأس نائب رئيس الجمهورية خلال زياراته اجتماعات المتفرقة ضمت قائد المنطقة العسكرية الخامسة الواء الركن عمر سجاف وقادة الوحدات والألوية المختلفة موجها إياهم بالعمل على التنفيذ الدقيق للخطط العسكرية ومضاعفة الجهود والصبر والتضحية والتواجد الميداني المستمر كي نضمن تحقيق الأهداف التي يقع في مقدمتها بسطة سلطة الدولة وردع الميليشيا الانقلابية وفي الاجتماع الذي حضره اللواء الركن سعيد القحطاني والعميد الركن سعد الشهراني من قوات التحالف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أشار الفريق الركن علي محسن صالح إلى ما قدمته دول التحالف بقيادة الأشقاء في المملكة من دعم أخوي صادق وما قدموه من تضحيات جسيمة امتزقت فيها دماء أبنائهم بدماء أبنائنا ونحن اليوم على وشك الانتصار ودحر المؤامرات الإيرانية الفارسية ودع نائب رئيس الجمهورية خلال لقائه أبطال القوات المسلحة وأبناء الشعب اليمني كافة إلى الالتفاف حول قوات الشرعية ومناهضة ميليشيا القتل والإجرام التي رفضت الانصياع لصوت العقل والحكمة وتمردت على الاتفاقيات التي أجمع عليها اليمنيون ورعاها الأشقاء والأصدقاء مؤكدا بأن المخرج الوحيد من هذا الوضع الصعب الذي تسبب به الانقلابيون هو عودة الدولة واسترجاع مؤسساتها بما يضمن حماية اليمنيين وأمنهم واستقرارهم من جانبهم أكد القادة العسكريون جاهزية مختلف الوحدات لتنفيذ التوجيهات العسكرية والمهام المطلوبة ولن يتوانوا لحظة واحدة في الدفاع عن الوطن ومكتسبات أبناء الشعب اليمني معبرين عن الشكر والتقدير للجهود التي يبذلها نائب رئيس الجمهورية رفقه خلال الزيارة مستشار الغائد الأعلى القوة المسلحة اللواء الركن علي حميد القشيبي ومدير دائرة القضاء العسكري العميد دكتور عبدالله الحاضري واجهت حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء تحديات أمنية كبيرة منذ توليه مهام الحكومة إلى أنها استطاعت أن تتغلب على هذه التحديات بفضل جهود الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية نتابع وصلت دكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن عقب لقاءاته مع قيادات ومسؤولية الدولة في العاصمة السعودية الرياضة وذلك للبدء في تنفيذ مهامه وإصلاح ما أفسدته الحكومة السابقة وصلت دكتور بن دغر إلى عدن قبل عام حاملا معه همومة ومشاكل اليمن الكبير فكانت المشكلة الأمنية هي أبرز التحديات التي واجهت حكومة الدكتور بن دغر فقامت الحكومة بإصدار العديد من القرارات ومعها استدأت المسؤولين الأمنيين والعسكريين في عدد من المحافظات سواء تلك المحررة من سيطرة ميليشيات الحوث وصالح أو تلك التي لا تزال جبهاتها مشتعلة كمحافظة تعز والذي أكد رئيس الوزراء خلال لقائه مع محافظة تعز علي المعمري أن طريقة تحرير تعز على الأبواب وأن تطيرها بات قريبا رئيس الوزراء أكد أيضا خلال لقائه بمحافظة حضر مهوت وقيادات الأجهزة الأمنية أن آلية مكافحة الإرهاب وتعقب العناصر الإرهابية في المحافظة هي مسؤولية الجميع رئيس الوزراء ومنذ تعيينه تعهد أمام رئيس الجمهورية وأمام الشعب بملاحقة كل المخلين بالأمن والاستغرار لقد أوضحتم أخ الرئيس في قرار التعيين الأخير مهام الحكومة الجديدة أذكرها تحديدا لعناية دائمة بأسر الشهداء والاحتمام بالجرحى والاستمرار في دمج المقاومة في المؤسسات المدنية والعسكرية ويعادة الإعمار في الملاطق المحرة ومن باب أولى رفع مستوى الأداء في جانب الإغاثة الإنسانية للمدن والمناطق المنكوبة بالحصار والحرب التي تشنها الميليشيات البحوثية المتمردة وقوات صالح الإنقلابية ونعدكم بإعذاء المناطق المحرة مزيدا من الاهتمام وبالتأكيد فالناس نقتل القضية الجنوبية ما تستحبه في ضوء مخرجات الحوار الوطني سنعمل وفك توجهاتكم وبإصرار لا يكل ولا يمل وبالتزامن مع تنفيذ هذه المهام على دحر وهزيمة الإنقلاب واستعارة الدولة سلما أو حربا جهود الحكومة الشرعية في استثباب الأمن والاستقرار جاء بعد تحركات كبيرة لرئيس الوزراء وقيادات المحافظات المحررة والأجهزة الأمنية وقياداتها والذين بدورهم عملوا على ملاحقة كل المخلين بالأمن والاستقرار من عناصر تنظيم القاعدة أو خلايا المخلوع صالح والحوثي والذين لا يريدون استقرار اليمن بل أصبحوا مصدرين للعنف والإرهاب ترسيخ الأمن والاستقرار بحاجة ماسة إلى تكاتف الجهود من قبل الحكومة والمجتمع إلا أن ما شهدت المحافظات المحررة من الميليشيات الإنقلابية من استقرار ملموس أصبح واضحا للعيان بفضل جهود الحكومة الشرعية والأجهزة الأمنية ورجال الأمن تلك العيون الساهرة التي وهبت روحها لأمن وأمان الوطن والمواطن ياسر هادي قناة عدن الفضائية استنكر مكتب التربية العربي لدول الخليج ما قامت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف من تمويل طباعة كتب دراسية تم تحريفها وتحمل أفكار طائفية تحرض على استمرار العنف باليمن وأوضح المدير العام لمكتب التربية العربي الدكتور علي القرني في بيان صحفي أنه بحسب تصريحات مسؤول التربية في الجمهورية اليمنية فقد قامت المنظمة بتمويل مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء والتي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لطباعة كتب مدرسية تم تحريفها بدون مراجعة تربوية وتدعو هذه الكتب إلى الطائفية وتحرض على استمرار الحرب في اليمن وذكر البيان أن ما قامت به المنظمة يتعارض مع أبسط القيم التربوية نبيلة ويتعارض مع قيم الأمم المتحدة وميثاقها وقانون حماية الطفل وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة وأشار المكتب التربوي العربي إلى أن ما قامت به المنظمة يعد تشجيعا لتحريف كتب دراسية لأهداف عنصرية وطائفية ودعا المدير العام للمنظمة أنتوني لينك لمراجعة موقف المنظمة والتحقيق فيما أعلن عنه المسؤولين في وزارة التربية والتعليم في اليمن تمكن الجيش الوطني من تحقيق انتصارات ميدانية كبيرة بمساندة طيران التحالف العربي وسيطر على عدد من المواقع في مدينة ميدي غرب محافظة حجة وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبد المجلي أن الجيش الوطني تمكن من قطع الإمدادات عن الميليشيا الانقلابية والسيطرة على الخط لإسفلتي الذي يربط مدينة ميدي بمدينة حرد وأضاف أن الميليشيا الانقلابية فخخت مدينة ميدي بالألغام وأن الجيش الوطني يقوم بتطهير الألغام من الجهة الشمالية والشمالية الغربية من قبل الفرق الهندسية العسكرية وتم تمشيط عددا من المباني وأشار العميد المجلي إلى أن الجيش الوطني كبد الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وأجبرهم على التراجع وشن أبطال الجيش الوطني هجوما عنيفا على مواقع الميليشيا في محيط مدينة ميدي سقط خلاله العشرات من الميليشيا بين قتيل وجريح وسيطر الجيش الوطني على المباني الواقعة جنوب غرب مدينة ميدي كما تمت السيطرة على منطقة الحوض وتبت الخنادق وتبت الحرورة من جهة جنوب شرق المدينة نتابع هنا كانوا يختبئونك الفئران هذه ملزمة التقافة القرآنية ماريخ 48-2002 اليمن صعدة هذه بعض الملازم التي يغرر بها الشباب ويدفعوا بهم إلى جبهات القتال جحال جحال يعسكرون الأطفال ويدون لهم بسكويت من حق الجحال بحمد الله وفضلي في هذا اليوم السنين إبريل ثم تحرم الشيات من هذه المواقع وهذه مدينة ميدي من هنا الله وصلاة الشهادة تدخل سنعه قريب هذه كانت قاعدة لهم لأحدى أعيرة من النارية قاعدة كانت من الميليشيات يستخدمونها قاعدة 12-7 هذه أثار صاحب الميليشيات لجثثهم وهم يصحبوا جثثهم فارين هاربين من هنا كانوا يصحبون الجثث من المواقع المتقدمة التي تم السيطرة عليها وتم دحرهم بفضل الله والجيش الوطني تم دحرهم إلى خلف المدينة ونحن الآن مسيطرين على عزفلت وعلى المدينة وماسكين فيها أخواننا وتم دحرهم منها أولا التبات هذه أيضا بعض من ما ترسل الميليشيات التي كانوا يختبئون فيها هنا كانوا من هنا مر الجنش الوطني وداس على أنوف هؤلاء الميليشيات سنحاول أن نقوم بجولة عام على بعض المواقع التي سيطرنا عليها في هذا اليوم سنة إبريل يوم الأحد هنا كانت الميليشيات هذه قضائرهم الذي يتركوا هوى فروا كالجردان بيستخدموها هذه الحقوب حق منع الحمل يعني بيستخدمونها يعني للنزيد ما بينزفوش الدم عندما يعني يقع فيهم أي شيء يعني ما بينزف الدم يعني يقص على الحمير ومشاء الله مخزن اليوم مخزنين حق الحواتين الله أكبر الله أحمد كان الله أكبر الله أحمد إن شاء الله هذه بعض ما تركتها الميليشيات هذه مواقعهم من هنا كانوا من هنا مر الجيش الوطني من هنا فرت الميليشيات وهذه إحلى لسف هذه أحد غنائم الميليشيات الحوثيين والاسم أبو مشتاق أبو مشتاق جراد والله محروق عليك أبو مشتاق وهذه أسمي أمو وهذه أسمي الميليشيات وهذه أحد الجعب محمد عوض أبو أبو ميثاق أخي محمود سامل زيد عوض هذه المتارسهم وهذا الخندق الذي يربط التباب هذا الخندق وهذا أحد الأطقم التي تم إحراقها آلياتهم التي تم ضربها من قبل متسحية الجيش الوطني تم نعطابها في هذا اليوم 2 إبريل نحن اليوم في يوم الأحد 2 إبريل تم بفضل الله سبحانه وتعالى السيطرة على زفاة ميدي وتم الغنائم هذه الأسلحة مع الدلات أربيجي أسلحة خفيفة متوسطة وهذا الصور حقهم وضخائر بجميع أنواعها والقائد العظم إن شاء الله ونوجه هذه الرسالة إلى عبدولاعة ونقول له الولاعة حقوش نكسرها بإذن الله قريبا وأنكسرت اليوم وزوفة نزيد نحرقهم بولاعتهم وبالدوافير وإن شاء الله القائد العظم وإن شاء الله الحديدة قريبا سندخلها وسندخل جميع معافظات اليمن بإذن الله دمر طيران التحالف العربي منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في منطقة المسجح التابعة لمدورية سرواح شمال غرب محافظة مأرب وأكدت مصادر ميدانية أن ثلاث غارات شنها طيران التحالف على منصة إطلاق الصواريخ أثناء تجهيزهم لعملية الإطلاق أسفرت عن تدمير المنصة ومقتل عدد من الإنقلابيين كما قصف طائرات التحالف مخازن أسلحة لمليشيا الحوثي وصالح في منطقة مبلقة بمديرية بيحان في شبوة وفي محافظة تعز قالت مصادر محلية أن غارات جوية استهدفت مواقع المليشيا الإنقلابية غرب المدينة مقعة ثمانية قتلى من عناصر مليشيا الحوثيين وصالح وأصابت خمسة آخرين في مدينيتي موزع والمخى غرب محافظة تعز لقي سبعة من مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية مصرعهم في كمين نصبته المقاومة الشعبية بمنطقة الروضة بمديرية البيضة وأوضح مصدر في المقاومة أن المقاومة نصبت كمين للميشيا الإنقلابية بمنطقة الروضة مديرية البيضة أسفر عن مصرع سبعة من العناصر الإنقلابية وتدمير الطقم الذي كان يقلهم وفي سياق الاعتداءات المستمرة بحق المواطنين وممتلكاتهم قصفت الميشيا عشوائيا بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية الثغيلة مناطق المواطنين بالصومعة والصفراء والحازمية بمديرية الصومعة أقيم بالعاصمة المؤقتة عدن حفلة تأبين شهيد الوطن اللوى أحمد سيف المحرمي اليافعي نائب رئيس هيئة الأركان العامة وفي الحفل الذي بدأ بآي من الذكر الحكيم القلوى سيف محسن الضالعي نائب رئيس هيئة الأركان العامة كلمة استهلها بذكر مناقب الشهيد البطل اللوى أحمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة الأركان العامة والذي كانت له صولات وجولات في معارك التحرير ابتداء بتحرير العاصمة عدن ولحج والعند ومحافظة أبيان وقيادته لمعارك السهم الذهبي وتحرير مناطق الساحل الغربي باب المندب وميناء المخى بفضل من الله ثم بدعم فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي وقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة مؤكدا أن القوات المسلحة خسرت باستشهاد اللواء أحمد سيف واحدا من أنبلي وأشجع القادة العسكريين الذين كرسوا حياتهم لخدمة الوطن كما ألقى محافظ محافظة أبيان اللواء أبو بكر حسين صالح كلمة أشهد فيها بدور الشهيد في قيادة معارك التحرير ضد الانقلابيين وجدد العهد في السير على مواصلة دربه حتى استكمال التحرير لبقية المحافظات وإنهاء الانقلاب ومن جانبه استعرض اللواء شلال علي شايع مدير الأمن في كلمة محافظة العاصمة عدن البطولات التي اقترح البطل المناضل اللواء الركن أحمد سيف المحرم اليافعي وهو يخوض معارك الانتصار ضد الانقلابيين وكان الدكتور الخضر ناصر لصور قد تطرق في كلمته إلى اسمات الشهيد الفاضلة وأسلوبه القيادي والإداري وفي التخطيط وإدارة المعارك فيما عبر نقل الشهيد المهندس منيف أحمد سيف عن شكره وكل أفراد أسرة الشهيد لكل من قدم التعازي والمواساة باستشهاد اللواء البطل أحمد سيف وكانت قد ألقيت عدد من الكلمات أكدت أهمية الدور العسكري والقياد للشهيد والتي تكللت بالانتصارات وتحرير المحافظات الجنوبية ومناطق الساحل القربي من محافظة تعز ولاحق البطل من أبطال محافظة أبيل من أبطال المحافظات الجنوبية هذا البطل الذي كان العنصر الأول القيادي في تحرير محافظة عدل ومحافظة لحق ومحافظة أبيل ومنطلغا نحو محافظة تعز باتجاه محافظة الحديدة فتحية وكل حب وأحترام وإجلال لهذا الشهيد البطل نقف اليوم جميعا ونجتمع في هذه الصالة في حفل تأبيني مهيب للشهيد اللواء أحمد سيف اليافعي رحمه الله وكذا أيضا نتذكر كل زملاء القادة الأظام الذين ضحوا بدماءهم الزكية لتحرير هذه التربة القالية علينا جميعا في مثل هذه المواقف فعلا يصعب الحديث عن كثير من المناقب التي كانت يتحلى بها الشهيد القائد نحن عرفنا بطلا مراضلا صني في مجالات الحروب وأيضا في مجال التخطيط لكثير من العمليات بدكرى أليمة ومصاب الجلل وعصاب الوطن والشعب يوم 22 فبراير الفائد ذكر ملور 40 يوما عن استشهاد فارس النضال والكفاح ورمز الوطن والجيش الوطني اللواء أحمد سيف اليافعي المحرمي فما عسى حلوف الكلمات تحبه وما عسى مقام هذه الكلمة تسطر عن صفات وزمات وملاحم سيرة كفاح القاهد الشهيد أحمد سيف أيها الأخوة يترني باسم مزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة وباسمي شخصيا أن نشارك حبل تأبيل شهيدنا البطل اللواء الركن أحمد سيف المحرمي اليافعي قد رحل عنا رجلهم فيه خير الخصال لا نزكي على الله أحدا فهو وطني غيور لا يؤمن بالعرقية نذر حياته للوطن بنكران ذات مطلق عاش محاربا ومات محاربا في ميدان الشرف القتال محبا للناس يؤمن بالعدل والمساواة بين الناس ويكره الظلم والظالمين في ظل الرعاية التي توليها قيادة رئاسة هيئة مستشفى مأرب العام أحيت الذكرى الأولى لاستشهاد الدكتور فؤاد الرحيمي الذي استهدفته الميليشيا الإنقلابية بصاروخ الموت والدمار وهو يؤدي واجبه الإنسان في المستشفى إلى التفاصيل إنسانية متميزة نحو ما قدمه الشهيد الدكتور فؤاد الرحيمي الذي استهدفته العصابات الإجرامية الحوثية بصاروخ الموت والدمار وهو يؤدي واجبه الوطني والإنساني في مستشفى الهيئة العام بمحافظة مأرب قبل عام من الآن أحيت رئاسة هيئة المستشفى العام اليوم الذكرى الأولى لاستشهاد الدكتور فؤاد الرحيمي في الذكرى الأولى لاستشهاده وفي جميع هذه المناسبات أن يحضرنا وبفاعلية وأن نوصل اسمه وأن نوصل تضحيته لكل الناس كونه حقا استهداف الكادر الطبي الذي يقوم بتسطير أروع معاني القيم الإنسانية ذلك من خلال تقديم بلسم الحياة وإكسيرها للمرضى والجرحى ويهب لهم الأمل بعد أن كاد يعصف بهم اليأس مع أناتهم الأليمة لكن الميليشيا الإنقلابية المتعطشة لمزيد من دماء الأبرياء لم تفرق بين طبيب ومعلم بل استهدفت الجميع بإجرامها وإرهابها وصدرت المآتم والأحزان لكل بيت في الوطن الحبيب المهندس صدام أحمد اسماعيل الروحيمي شقيق الشهيد الدكتور فاذ الروحيمي في مثل هذا اليوم من العام الماضي الموافق 3-4-2016 حصل حادث مروع وكان يوم دامي وهو استهداف ميليشيات الفث والمخلوع للشهيد أخي الدكتور فاذ الروحيمي وهو في هذا المستشفى أثناء تأدية عمله في هذا المكان الذي يقدم الخدمة للناس لا تجزع ولا تحزن أيها الطفل البري فرفاق أباك من الكادر الطبي لن ينسوك وسيظلون اليد الحانية لك ورئ أسرتك الشامخة فالرحمة لأباك والخزي والعار لميليشيا التمرد والانقلاب الجبانة رفيق السامعي لقناة عدن الفضائية مأرب أقامت كليات الطب جامعة عدن حفلا تكريميا للجنة الصحية في الجمعية الكويتية للإغاثة ممثلة برئيسها الدكتور محمد أحمد الشرهان والوفد المرافق له تقديرا وعرفانا للدعم الكبير الذي قدم من دولة الكويت لجامعة عدن وفي الحفل الذي حضره الدكتور حسين باسلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء الركن شلال علي شاع مدير أمن العاصمة عدن ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ألقى الدكتور الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن كلمة أشاد من خلالها بالعلاقات الأخوية التاريخية القوية التي تربط الشعبين الشقيقين اليمني والكويتي معتبرا هذا التكريم هو تكريما لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا ولجان الإغاثة والجمعيات الخيرية فيها لدورهم ووقوفهم الدائم إلى جانب أشقائهم في اليمن وثمن رئيس الجامعة كثيرا الدعم السخي لدولة الكويت للجامعة في عدة مجالات ستخدم العملية الأكاديمية والتعليمية فيها مستعرضا وقوفها منذ القدم مع شقائها في اليمن والذي كان له أثرا بالغا في بناء العديد من المؤسسات الصحية والتعليمية إيمانا منها بعمق علاقتها الأخوية مع الشعب اليمني فيما عبر الدكتور محمد أحمد الشرهان رئيس جمعية صندوق إعانة المرضى الكويتي ورئيس اللجنة الصحية في الجمعية الكويتية للإغاثة عن جزيل شكره وتقديره لغيادة الجامعة ممثلة برئيسها الدكتور الخضر ناصر لصور وعضاء مجلس الجامعة وعمداء كليات الطب الثلاث على هذه اللفتة الكريمة التي تعبر عن مدى عمق العلاقات الأخوية ورساختها مؤكدا أن اللجنة الصحية في الجمعية الكويتية للإغاثة تسعى إلى تطوير الخدمات التعليمية الصحية في اليمن والعمل على تحديثها إلى ذلك قام عمداء كليات الطب الثلاث بتقديم الدرع التذكارية للدكتور محمد أحمد الشرهان رئيس جمعية صندوق إعانة المرضى الكويتي ورئيس اللجنة الصحية في الجمعية الكويتية للإغاثة لجهوده المباركة وتعاونه الكبير في دعم قطاع التعليم الصحي في جامعة عدن ضمن حملة الكويت إلى جانبكم من كلمات الشكر والثناء لدولة الكويت الشقيقة لدعمها الإنسان المتميز والسخي لأشقائها في اليمن بصفة عامة وجامعة عدن تحديدا من خلال تدخلها العاجل ضمن برامج إعادة الإعمار والتأهيل للبنى التحتية التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة على عدن وتداعياتها السلبية على الجامعة وعلى هامش زيارة الوفد الكويتي لكليات الطب تفقدوا خلالها أعمال المعرض العلمي لأسبوع الطالب الجامع في كلية الطب والعلوم الصحية والذي شمل العديد من المشاركات العلمية والمجسمات والعيادات الطلابية ومعارض المجلات الحائطية لطلاب كلية الطب والمختبرات الطبية كما تم عرض إفلاما وثائقية لكلية الطب الثلاث لخصت المراحل التاريخية لتأسيسها والصعوبات التي تمر بها وتوجهاتها المستقبلية والمشاريع الاستراتيجية قام وفد اللجنة الصحية في الجمعية الكويتية للغاثة برئاسة الدكتور محمد أحمد الشرهان رئيس جمعية صندوق إعانة المرضى الكويتي بزيارة تفقدية لمستشفى باصهيب العسكري وكان في استقباله المسؤولون في المستشفى الذين رحبوا برئيسه وعضاء وفد اللجنة وطاف الوفد بأقسام وعنابر المستشفى واطلع على الصعوبات والاحتياجات الضرورية للمستشفى كما زار الوفد مستشفى الشعب في مديرية صيرة وكان في استقباله الأخال سيدو مدير عام مديرية صيرة ومدير المستشفى الدكتورة نهل الكعكي والطاقم الطبي والتمريضي بالمستشفى واستمع الدكتور الشرهان إلى شرح تفصيلي حول عدد من الأمور المتعلقة بتجهيزات الفنية وصعوبات التي أثرت سلبا على سير العملية الصحية في بعض الأغسام التوليدية والأطفال كما قام الوفد بزيارة تفقدية للمعهد الصحي للقبالة والتمريض في مديرية المعلى واطلع على سير العمل فيه وصعوبات وأهم احتياجات المعهد وتعرف على قدرات الكادر التي يضمها المعهد كما قام الوفد بزيارة مماثلة إلى مركز الرعاية الصحية الأولية حيث التقى الدكتور صالح بارعية مدير المركز وخلال اللقاء تم تبادل الآراء والأفكار ذات الصلة بتطوير التعليم الصحي في المحافظة بوجه عام والمركز بوجه خاص هذا وكان الدكتور عبد الناصر الوالي مدير عام مكتب الصحة بعدن قد رافق وفد اللجنة الصحية في الجمعية الكويتية للإقاثة خلال زيارته الميدانية التفقدية لمستشفيات ومرافق عدن الصحية اختتمت كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن الفعاليات الداخلية لسبوع الطالب الجامعي الذي نظمته الكلية برعاية الدكتور الخضر ناصر لسور رئيس الجامعة تحت شعار لننير مستقبل جامعة عدن بمصابح الأملي والإبداع والذي شمل العديد من المشاركات العلمية والمجسمات والعيادات الطلابية ومعارض المجلات الحائطية لطلاب كلية الطب والمختبرات الطبية وفي حفل الختام الذي حضره نواب رئيس جامعة عدن والسلطات المحلية بالمحافظة وعدد من عمداء الكليات ومدراء العموم بالجامعة شهد الدكتور الخضر ناصر لسور رئيس جامعة عدن بالأنشطة اللاصفية التي تميز بها طلاب كلية الطب من خلال المشاركة الفاعلة بالعديد من الإبداعات والأنشطة والأعمال التطبيقية في هذا المعرض الذي يعكس مدى اهتمام عمادة الكلية وأعضاء هيئة التدريس فيها بأبنائهم الطلاب والعملية التعليمية في الكلية وتحفيزهم على الأنشطة اللاصفية التي تنمي معارفهم العلمية في مجالاتهم وتخصصاتهم الطبية نظمت جمعية حضرموت للتوحد بساحل حضرموت بالمكلة الحفل الفني والتكريم السنوي الثاني تزامنا مع فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للتوحد وفي الحفل ألقى محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك كلمة أشار فيها عن أهمية هذه المناسبة التي تتزامن مع احتفالات حضرموت بالذكرى الأولى لتحرير المكلة مؤقدا ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة من دوي التوحد الذين يحتاجون جل الرعاية من خلال تلبية كافة متطلباتهم واحتياجاتهم وتوفير بيئة مناسبة لحياتهم اليومية وأوجه الآخر محافظ بتخصيص مبنى مستقل للساحل والوادي لرعاية مرضى التوحد حسب المواصفات العلاجية المتطورة بكلفة مالية تبلغ 40 مليون ريال يمني إضافة إلى تنفيذ العيادة الصحية الخاصة بهم ضمن إطار مشروع المبنى كما أوجه بسرعة إدماج معلمات ومدربات جمعية التوحد في الوادي والساحل ضمن سلك التعليم وزارة التربية بساحل حضرموت وتوجيه الغرفة التجارية بالساحل والوادي بتوفير أربع باصات للجمعيات عقدت لجنة الإغاثة بأبيان اجتماعا لها برئاسة الأمير العام للمجل المحلي مهدي محمد الحامد وبحضور مدير عام مكتب محافظة أبيان الدكتور فيصل الدابية وناغش الاجتماع سير عملي ونشاط اللجنة خلال عام 2016 واتجاهات العمل في العام الجديد 2017 وسبل زيادة برامج الإغاثة لسكان محافظة أبيان والتي تعرضت خلال عامي 2011 و2015 لأبشع صور المعاناة الإنسانية من نزوح إجباري وقتل وتشريد لم تشهده المحافظة في عصرها الراهن واستعرضت اللجنة الجهود المبذولة مع الجهات الإغاثية المختلفة وفي مقدمتها مركز الملك سلمان وغيرها من جهات الإغاثة الدولية المختلفة وأكد الاجتماع على أهمية رفع احتياجات المحافظة الضرورية والهامة وزيادة برامج التنسيق الإيجابي مع مختلف المنظمات الدولية وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مجوريات المحافظة وأكد التنسيق للجنة ومنظمات المجتمع المدني وذلك لتطوير وتحسين النشط أو النشاط الإغاثي الفاعل على المدى المنظور ناقش الأخ وعدنا الكاف ووكيل محافظة عدل التنمية نائب رئيس لجنة الإغاثة مع مدير منظمة كير العالمية الألمانية كارلول أوتوزينتل عمل المنظمة في الفترة الماضية والمستقبلية في مجالات الصحة والتعليم والصرف الصحي والكهرباء ورفع القدرات للكادر الحكومي والشباب في العاصمة عدن كما رحب الكاف بالوفد الألماني الزائر للعاصمة عدن ونقل لهم تحيات محافظة العاصمة عدن الذي طلب من جميع الإدارات الحكومية تسهيل كل الإجراءات لجميع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية حتى يتمكنوا من أداء مهامهم على أكمل وجه وغال الكاف إن عدن والمحافظات الجنوبية ظلمت طوال السبعة والعشرين العام السابقة وتم حرمان كادرها من التدريب والتأهيلي وتم تسريح أبنائها من الوظائف الحكومية في انتهاك صارخ وواضح لحقوق الإنسان وطلب نقل مكتب كير الرئيسي من صنعاء العاصمة المؤقتة عدن وكذا مكاتب بقية المنظمات الدولية من جانبه تحدث مدير المنظمة العالمية الألمانية كارل أوتوزينتل إنما يسمعه في الإعلام غير مشاهد على الواقع في العاصمة عدن كما شكر مدير المنظمة السلطة المحلية في العاصمة عدن على تسهيلات المقدمة واستثباب الأمن حضر اللغاء مدير مكتب كير الألمانية في صنعاء وإبراهيم الحاج ومدير مكتب كير الألماني في عدن الدكتور افتكار الثقاف ومدير التخطيط والتعاون الدولي انتصار مرشد والمستشار الإنساني الدكتور مختار صالح والمسؤول الأمني ريمل أو رميل عبدالستار قام وكيل محافظة لاحجة الأخ والضاح الحالمي بزيارة تفقدية لمستشفى بالخلدون العام للإطلاع على حجم الخدمات المقدمة للمواطنين في قسم الطوارئ والطوارئ التوليدية ووجه وكيل المحافظة بضرورة توفير احتياجات الأغسام الضرورية ودعم الصيدلية المجانية بمختلف الأدوية كي تسهموا في تلبية المرضى على المحتاجين وكذا في الحالات الطارئة مشيرا إلى أن معظم المترددين على المستشفى هم من الفقراء على مستوى المحافظة ويجب تقضية العجز في الكوادر الطبية المتخصصة بما يمكن من تقديم خدمة طبية متكاملة وتقنيب المرضى التكاليف الباهظة في المستشفيات الخاصة اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء صامي الكثيري على إجراءات تركيب مولدات كهربائية إضافية بقدرة 20 ميجاوات طاقة مشتراه من شركة الأهرام لتعزيز الطاقة الكهربائية بوادي حضرموت لمواجهة فصل الصيف القادم وأبدأ وكيل المحافظة الكثيري استعداد السلطة المحلية لتدليل أي صعوبات أو عراقيلة قد تواجه تركيب المولدات الإضافية الجديدة التي سيتم توزيعها بين محاطتي التوليد في كل منطقتين قريب والغرف وذلك في إطار جهود السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بغيادة لوار روك الأحمد سعيد بن بوريك لتوفير خدمة التيار الكهربائي بوادي وساحل حضرموت فيما أوضح مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء فرع وادي حضرموت المهندس عبدالقادر الجنيد أن المؤسسة تبدل جهودها للتنسيق مع شركة الأهرام للانتهاء من أعمال تركيب المحطة الجديدة في أقرب وقت لرفع القدرة التوليدية لكهرباء وادي حضرموت حضر الاجتماع وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ومدير عام شركة الأهرام بحضرموت المهندس هشام بن طالب كرم مكتب التربية والتعليم بمديرية مأرب الوادي بمحافظة مأرب الطلاب وطالبات المتميزين والمبرزين في المسابقات الثقافية والعلمية والأنشطة الرياضية وعددا من المعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية في إطار المديرية مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي مديريات الوادي هنا بمحافظة مأرب حفلا تكريميا للطلاب والطالبات المبرزين في الإنشطة الثقافية والعلمية وكذلك الرياضية للعام الدراسي 2016-2017 الاحتفال الذي يقيم في المديرية بحضور وكيل محافظة الدكتور عبدالربو علي مفتاة ومدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور علي العبابة شهد فغرات متعددة وأنشيد معبرة من قبل الزهرات وطلاب المدارس فدورنا اليوم دور كبير دور المدرس دور الإدارة دور مشايخ وجهة وأعيان المنطقة ومنهم هذه المديرية التي قدمت الشهدات والشهداء دورنا أن نبني جيل متحصن بدينه ووطنيته هذا الجيل هو الذي سيخرج منه المهندس والطبيب والمعلم أنا يحضرني كثير من الأساتذة وأيضا المهندسين وأيضا كان الأخ رحمة الله عليه الشهيد عبدالله جرادان كان من يتصدر ويدافع عن حياض الوطن وعن حياض هذه المحافظة ها أنتم اليوم تنعمون بالأمن والاستقرار الذي سيسألنا الله عز وجل ثم سيسألنا التاريخ ما الذي قمنا به من دور في هذا المنطقة وفي هذه المديرية ودور التعليم مهم جدا مكتب التربية والتعليم في مدير الوادي كرم المتميزين في الأنشطاء العلمية والثقافية والرياضية والمتنزين من الأدارات المدرسية ومجالس الآبائية والأمهات والمعلمين والمعلمات ويتهذا في إطار تحفيز المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات على بدل مزيد من الإبداعات في المجالة العملية التعليمية تكريم الطلاب المتميزين وكذلك المعلمين والمعلمات مثل أهمية كبيرة في إطار الاتمام الذي تحظى به مدير الوادي من قبل مكتب التربية والتعليم وغير السلطة المحلية في سبيل النهوض بالعملية التعليمية بشكل هذا اليوم نعتبر حصاد كل ما عملناه مدار العام الدراسي من أنشطة من دورات من لقاءة شاورية من ورش عمل من مسابقة ثقافية وعلمية ورياضية النجاح والتوفيق لطالبات من طالبات مدرسة الفتح بنات الجميع من أبدأ وشارف وسانق وتاهم في هذه الفعالية بسم الله الرحمن الرحيم نحن مدرسات مدرسة عائشة في مدرية الوادي حفظة مأرب نشكر مكتب التربية والتعليم نشكر جميع من شارك وأسهم في هذا الاحتفال تضمن الحفظ التكريمي أناشيد معبرة للزهرات وطلاب مدرسة الفتح وكذلك قصائر شعرية معبرة على المناسبة ولتأتي في إطار الاهتمام بالمواهب والإبداعات للطلاب والطالبات الاهتمام بالإبداعات والمبرزين والمبرزات من طلاب والطالبات وكذلك المعلمين والمعلمات يمثل المرتكز الأساسي لتصحيح العملية التعليمية واهتمام مكتب التربية والتعليم في المحافظة وبدينة الوادي في إطار النهوض بالعملية التعليمية على مستوى المحافظة لغاناة عدل الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب دشنا الوكيل المساعد لمحافظة شبوة سالم عبدالله الأحمدي في عتق مخصص شهر مارس من المعونات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي لـ 32629 أسرى بشبوة والتي تتولى جمعية التكافل الإنساني توزيعها في 17 مديرية بالمحافظة وخلال التدشين شهد الوكيل الأحمدي بتواصل المساعدات الغذائية الشهرية التي يقدمها البرنامج للفقراء والمحتاجين بالمحافظة وغيرها من المحافظات الأخرى من جانبه أوضح ممثل جمعية التكافل الإنساني بالمحافظة جلال قسيبة بأن إجمال المستفيدين من هذه المساعدات الشهرية في عموم مديريات المحافظة يقدر بأكثر من 228400 نسمة حضرت تدشين مدير عام مكتب العمل والشؤون الاجتماعية بالمحافظة عبدالحاق بن عبدالعزيز ونائبه مدير عام شرطة المحافظة العقيد أحمد ناصر الأحول تدشين الأغاثة في المحافظة الذي دعم البرنامج الغذاء العالمي في المحافظة لعدد 17 مديري المحافظة تشبوة عبر الصرف يكون جمعية التكافل جمعية التكافل الإنسان وعدد 32629 حيث هو أن المحافظة اهتعانية للمحافظة الفقر فيها ونشكر برنامج الغذاء العالمي على دعم للمحافظة ونتمنى منهم أن يستمروا في الدعم مع زيادة الكمية نظر المحافظة بحاجة للدعم في الوضع يتمر بالبلاد ونشكر جمعية التكافل الإنساني على ما تقوم بها من دور في التوزيع لإنصال الكميات إلى الناس المحتاجين في هذا اليوم المبارك نقوم بتدشين الحملة الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي عبر جمعية التكافل الإنساني بمحافظة شبوة والذي تقوم بتموين 17 مديرية وفي هذا الاتجاه أن هذه الكمية ستشمل 32629 أسرة متمنين لهذه الجمعية مزيداً من التقدم والإزدار كما أيضاً نطالب الجهات المانحة سواء كان برنامج الغذاء العالمي أو غيرها من المنظمات الدولية المانحة أن تدعم وبجد هذه المحافظة التي تعاني الكثير من المشاكل الغذائية والفقر المدقع لكثير من الأسار التي تعاني منها نتيجة الأوضاع التي مرت بها بلادنا سير الهلال الأحمر الإماراتي شحنة مساعدات إيوائية للأطفال النازحين من محافظة تعز والمتواجدين في مدارس المقاطرة الواقعة بين محافظتي لاحج وتعز وذلك ضمن جهوده الإنسانية التي يقدمها للمحافظات المحررة وقال مدير مديرية المقاطرة عبدالله الصماطي إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي استجابت للنداء الذي أطلقه النازحون في تلك المناطق بعد فرارهم من مناطق الصراع في محافظة تعز مضيفا أنه تم تقديم خيام إيوائية لمدارس المقاطرة التي تضررت من الحرب والتي هي بحاجة للمساعدة الخاصة وأنها معوى للنازحين الفارين من خطوط التماسي والمواجهات نتابع نحن في مستودعات الهلال الأحمر الإماراتي نستلم 30 خيمة مدرسية مقدمة من الأخوة في الهلال الأحمر الإماراتي نتيجة لتلبية النداء الواقب الذي قدمناه للأخوة في الهلال الأحمر الإماراتي من نقص بعض الفصول الدراسية في مديرية المقاطرة والأخوة مشكورين اليوم تم استلام الخيمة وسيتم توزيعها على المدارس المحتاجة وفقا لإعداد خطة تربية التعليم طبعا الأخوة في الهلال الأحمر الإماراتي لهم دور مميز في مديرية المقاطرة من خلال دعم مكتب التربية التعليم بـ 500 شنطة أو حقيبة مدرسية مقدمة للنازحين ثم 70 سبورة أيضا مقدمة لمدارس المديرية التي بحاقلة سبورات مدرسية من النوعيات الجيدة إضافة لأن الهلال الأحمر الإماراتي مشكورا قدم سلة غدائية يعني تقريبا 17 ألف سلة غدائية مقدمة للنازحين وغير النازحين إلا أن هناك تزايد كثير في مديرية المقاطرة من الأخوة النازحين من محافظة التعز والحديدة وبعض المحافظات الجمهورية ننتج الحرب الدائرة في اليمن وهذا يعني شكل علينا في المديرية التقى مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي بعدد من عقال الحارة والشخصيات الاجتماعية من مدينة الشعب والمناطق المجاورة لها وفي اللقاء الذي حضره مدير شرطة الشعب النقيب محمد علي العقربي أكد اليزيدي على أهمية الدور المجتمع المساند لجهود السلطة المحلية بالمديرية في متابعة وتحسين مستوى الأداء الخدمي والاستقرار الأمني مشيرا إلى أن الأمن والاستقرار هو الداعم الأساسي لأي نهوض تنموي أو خدمي واستعرض مدير عام المديرية هاني اليزيدي إلى جهود السلطة المحلية في معالجة الكثير من القضايا منها مشاكل الأراضي وذلك بفتح مكتب للأراضي في المديرية وتفعيل مكتب الشؤون القانونية وتشكيل لجنة صلح للأطراف المتنازعة وتحدث في الغالة العديدة أو العديد من عقال الحارات والشخصيات الاجتماعية حول جملة من القضايا الخدمية والتنموية التي تهم مناطقهم بالإضافة إلى وضع المعالجات والمقترحات على حلها زار مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي مشروع شاليهات الرمال الذهبية الواقع في ساحل الغدير والتابع لأحد المستثمرين ويتضمن المشروع بناء شاليهات مطعم سياحي استراحة أماكن جلوس ومرافق أخرى والذي يقام على مساحة تقدر بخمسة آلاف متر مربع وخلال الزيارة أكد اليزيدي على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع حسب المخطط المعتمد من قبل مكتب الأشغال العامة بالمديرية لما له من أهمية كبيرة في تقديم الخدمات السياحية وتوفير فرص عمل للشباب وأبدأ مدير عام المديرية هاني اليزيدي استعداد قيادة السلطة المحلية على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لمثل تلك المشاريع لافتا إلى أن مديرية البريقة تتميز بسواحل طبيعية ومواقع سياحية جذابة مما جعلها قبلة للساحين والزائرين إليها احتفلت جمعية رعاية وتأهيل حالات التوحد بمدينة سيئون بمحافظة حضر موت اليوم أو باليوم العالمي للتوحد تحت شعار شركاء في النجاح وتخرج أول دفعة بعدد خمسة أطفال تم دمجهم إلى الرياض الأطفال بعد تأهيلهم بمركز الأملي لحالات التوحد بسيئون وفي الاحتفال أكد مدير عام مديرية سيئون المهندس عمر باعرما اهتمام السلطة المحلية بالأشخاص ذوي الإعاقات الخاصة انطلاقا من الواقب الديني والوطني والإنساني تجاه هذه الشرائح الاجتماعية باعتبار ذلك حق لهم تقع مسؤوليته على عاتق جميع أفراد المجتمع فيما استعرض رئيس جمعية رعاية وتأهيل حالات التوحد بوادي حضربوت عبدالله القفيل ما أنجزته الجمعية من أعمال وأنشطة بدعم ذاتي لخدمة المنتسبين إلى الجمعية وتخلل الاحتفال عرض مشاهد تمثيلية حادفة وفقرات إنشادية وقصائد شعرية معبرة كما تم تكريم السلطة المحلية والجهات الدائمة وأطفال التوحد الذين تم دمجهم إلى رياض الأطفال عقد اجتماع بيزنجبار لمدراء مكاتب الرياضة في المديريات ورؤساء الأندية والاتحادات وقادت النشاط الرياضي برئاسة الأمير العام للمجلس المحلي مهدي الحامد ومدير عام فرع وزارة الشباب والرياضة بأبيان الكابتن أحمد صالح الرعي وفي الاجتماع أكد أمين عام محلي أبيان على أهمية الارتقاء بمختلف الأنشطة الرياضية والشبابية مشيرا أن ما حدث في أبيان كبير ومؤلم المتمثل بالدمار والخراب الذي عاثته عصابات الإنقلاب والتمرد الحوثي لفتا إلى ضرورة مضاعفة الجهود من قبل مسؤول النشاط الرياضي بمختلف تفرعاتهم بغية النهض بالأوضاع الرياضية وتجاوز كل الصعاب التي مرت بها المحافظة مؤكدا على أهمية تضافر جهود مدراء الرياضة في المديريات والوسائل عنديا والاتحادات من أجل النهوض بالواقع الرياضي من خلال رؤية متكاملة لتفعيل النشاط الرياضي وخالص الاجتماع إلى إعداد برنامج عمل شامل لكافة أفرع أو لكافة الفروع النشاط الرياضي وخطط وبرامج واقعية تعيد لأبيان واجهتها الرياضية المشرقة نظم نادي شمسان الرياضي واتحاد كرة القدم بعدن مباراة ضمت نجوم قدامى منتخب عدن وقدامى منتخب حضر موت توقيت بفوز حضر موت احتفاءا بإحياء أربعينية فقيد الوطن اللواء شهيد أحمد سيف اليافعي برعاية رئيس الجمهورية وبدعم العميد عبدالله الصبيحي قائد اللواء 39 مدرع إلى التفاصيل تظاهرة الحب والوفاة في أربعينية الشهيد البطل اللواء أحمد سيف اليافعي نظم نادي شمسان الرياضي واتحاد كرة القدم بعدن مباراة ضمت نجوم الزمن الجميل لمنتخب عدن وحضر موت احتضنه ملعب نادي شمسان بمديرية المعلاء مهرجان رياضي برعاية رئيس الجمهورية المشير عبدالله منصور هادي وبدعم العميد عبدالله الصبيحي قائد اللواء 39 مدرع وبحضور قيادات رياضية وشخصيات عسكرية وشخصيات اجتماعية وفنية في مقدمتهم شقيقي الشهيد محمد ونجيب سيف اليافعي بمناسبة الذكرى الأربعينية للشهيد العميد اللواء ركن أحمد سيف اليافعي وفاءا واجلالا وتقديرا من اللواء 39 مدرع موثلة بالأخ العميد عبدالله الصبيحي عبدالله عحمد الصبيحي والذي هو قام بدور هذا الدور على وفاءا وحبا وتقديرا واجلالا للعميد اللواء أحمد سيف المحرمين وهو الذي ناضل وعمل من أجل هذا الوطن ومن أجل الوطن بكل مكان بكل ما تعنيها الكلمة شكرنا وطيرنا لكل من ساهم وعمل في أنجاح هذا الدوري اللي هو باسمه الشهيد القائد الرمز أحمد اللواء أحمد سيف اليافعي ونقدم لكل من ساعد هذا من الجماهير ومن المختصين في الرياضة احتفاء الرياضيون بإحياء أربعين يتفقد الوطن اللواء أحمد سيف اليافعي من خلال مباراة انضمت المع النجوم الرياضية هي رسالة وفاء وعرفان يقدمها منظم هذه البطولة لشخصية عسكرية أحب وطنه فأحبه الناس سعدنا بتواجد جميع من حضر معنا سواء من منتخب حضر موت قدماء حضر موت أو منتخب عدن في هذه الذكرى أو الفعالية وسعدنا بتواجد الضيوف سواء القائد الأركان اللواء أو الأخوة في وزارة شاب الرياضة أو أشقاء الشهيد المجيب نقيب ومحمد نشكر لكم وتواجدكم معنا وسعدنا مرة أخرى بأننا قدمنا شيء بسيط منك الرياضيين لروح الشهيد الرياضيون هذا اليوم في نادي شمسان الرياضي يقدمون رسالة للعالم بأن هذا الشعب الذي يرفض للرضوخ ويبحث عن الانعتاق نحو الحرية هو نفسه الذي تعلم هذه المبادئ من هذه القيم الكبيرة التي ناضل من أجلها هذا البطل المقوار اللواء أحمد سيف اليافعي لقاء كروي بين قدامى نجوم عدن ونجوم حضرموت انتهى شوطه الأول بتعادل انهجابي تم فيه تكريم أسرة الشهيد بدرع البطولة تسلمه شقيقه محمد سيف اليافعي ليختتم قدامى حضرموت شوطهم الثاني والمباراة بالفوز على قدامى عدن بهدفين مقابل هدف تسلم فيه منتخب حضرموت كأس البطولة وسط أجواء احتفالية منقطعة النظير لقناة عدن الفضائية وضع شليلي عدن تهت النشرة تذكير بالعناوين رئيس الجمهورية استقبل السفير الفرنسي ويبحث معه مجمل القضايا والمنضوعات التي تهم البلدين نائب رئيس الجمهورية يتفقد أحوال المقاتلين في المنطقة الخامسة ويطالع على سير العمليات العسكرية في قطاع ميدي وحرض الجيش الوطني يسيطر على مواقع جديدة في ميدي وطيران التحالف يستهدف مواقع الميليشيا بمأرب وشبوه وتعز كان هذا كل شيء في نشرتنا مشاهدنا الكرام لهذه الليلة حتى نلتغي نحن وإياكم في نشرات قادمة دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة